السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تانا تانهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم أول حلوة من سلسلة حلويات عيد الأضحى المبارك هي عبارة عن حلوة جفة طريقة سهلة وبسيطة وما تديش منكم وقت كبير أيضا بمكونات موجودة في كل بيت شكلها عراقي وتجي بزا في بنينا إذن خليكم ذلك مع الوصول على المقادر مشاهدة متعة للجميع نبدأه على بركة الله مع طريقة تحضير لبات صابلي أو عجين صابلي في إينا أو في ريسيبيون راح ندروا 250 غرام مارغارين أنا استعملت لابال طبيعة الحال تكون بدرجة حرارة الغرفة عندي أيضا كاس غربة تعسيك رقل عصي وزود صفار بيض أيضا يكونوا حتى هما بدرجة حرارة الغرفة عندي أيضا زوج ملاعقة إن شاء بالنسبة لخدمة الإن شاء اللي هنا راح تعطيها خفة وقرماشة في نسل وقت أما بعد الهنا نبدأوا نستخدموا في إيدينا نخلطوا هذو كل مكوينة كامل مع بعض جيدا حتى ينسجموا أما بعد الهنا راح نجيبوا نكهو الحلوة تعنا عندي الهنا ضوق الكرامل علش استعملتنا ضوق الكرامل باش الحلوة تعنا دينا معروف اللون تحو كيمو ممكن ديروا لفاني وديروا شوية على الكاكاو سينو خليوها بيضا كما تحبو عندي أيضا قرصة تعل ملح واللي هنا راح نستعملوا الفارينا الفارينا عين كميزانك المهم لعجين تصابلي باش جيكم خفيفة لازم ما تعجنوش أو عفوا ما تيبسوش العجين تحكم خليوها شوية يكون طريق كما كنت شوفوا القوام تحو نغطي هنخليها حوالي عشر دقايق ترتاح ونبعد نجيبوا كيس بلاستيك نحطوه في بلون دي طرفاي ونبعد نحطو كمية من العجين دائما أنا نتكلم في هالتفاصيل المعروفة هذه أو البديهية دائما نقولها للناس لي أول مرة دخلوا القناتي ولا للمبتدئات لي يعرف رهي بعينها وكل واحد كيفاش يخدم نفتحول هنا العجين تعنا على السمك يكون نوعا ما خشين لأنه وراني مدرتش في هالخميرة باش من بعدها محبيتش الحلوة تعنا يتغير الشكل تحو باش ندلو هالخميرة راح يزيد تكبار ويتغير الشكل تحو أنا مانيش حابها كاك ايذن هذي هي السمك لازم تخليه شوية خشين لأنه مش راح تزيد ما فيهاش الخميرة ونجيبو هاذ السيليكون هذا المحاربش هذا باش كي نحطو الحلوة تعنا كي تحطو الحلوة حاولو تحطوها على الوجه هذاك الوجه الفوقاني باش نبعدها كنطيبوها نفوتوها الفرن على 180 دراجة باش نحمروها شوية من تحتها باش تجي في هذك الشكل انت الشبكة شوفو كيفاش تجي والليهنا نحطو حبة فوق حبة يعني الحبات لازم تحطوهم جد بعضهم من بعد الهنا راح نجيبو شيكولا اي نوعية كانت عندكم ماكسون ولا اي نوعية كانت عندكم على بالي راح تقولوا يسخون الحال وكلش نو هذي الحلوات حطوها في المجمد في الثلاجة ما تروح ما تجي الهنا كي ما كنتشوفو نجيبو شوية من هذيك الشيكولا اي نوعية كانت عندكم حاولوا كي تفتحوا العلبة تاكم حاولوا تخلطوها لانه راح تلقاوها اللي هنا منفصلة على بعضها تلقاوه الزيت وحدها وتلقاوه الشيكولا وحدها لازم تخلطوها ملح حتى نتخلطا ذيك الزيت مع ذيك الشيكولا باش مبعدها تقدرو تستعملوها لانا كي كنت نصور مع ذيلة اراني ما كنتش لاتي ما تولهتش انه كنت هذي دي الفوق معليش الصورة راهي سهلة ووضحة طريقة جد سهلة حاولوا ما تخرجوش شيكولا على الجوانب حاولوا تسجموها ملح باش الحلوات عكم تجي متقونا وبالنسبة لطريقة طبيعة طبعتها على شكل قلوب انتو ما تطبعوها او طبعوها على اي شكل كان عندكم وش عندكم في الدار موربع مستطيل مثلث كما تحبوه من بعد الهنا كي ما كنتشوفوه الله سقول كي ما كنتم حب على حبة المهم الوجه الفوقاني يكون محربش واذا ما عندكم ش هذك السيليكون تخليوا الحلوات عادي سامبل راح تكون نفس النتجة اللي انا بعد ما تسجتم كاميرا حمفوتهم من مجمد حوالي 10 دقائق تحكي ما ذيك الشيكولا اعترتيني بعضها باش مباعتك انجلاصيوها عادي هنا عندي شيكولا نوار او شيكولا عفوا اولي بالحليب درت لها شوية تزيت حوالي زوج مالعقة تزيت ذوقتها في الميكرواند ولا في حمام مائي مادلوش شيكولا ماردلوش شيكولا بالحليب باش مجيكمش القاطوة بتاعكم مر لانه راهي ميش حلوة بزاف الحلوة اللي هنا نحاولو نقناسيوه بالشيكولا غير المنتصف شوفوا كيفاش راني نوضح لكم في الطريقة باش جيكم سهلا اخدموا بالميلعقة احسن واحسن عندي الهنا لي سوريز كون في هذو قسمتكم الحباب الى نصف نصفين عفوا نحطوه الهنا وعندي الهنا البيستاش البيستاش فقط بعشر الاف تشلوا حبات وتقسموهم بالموس تقسمو كل حبة الى نصفين وطلسقوها بنفس الطريقة نزيد معكم حبة ثانية باش نسهل لكم العملية نغطسوها على الجوانب سينو نديروها في كاس وتغطسوا الحبة تاعكم باش جيكم السواسوا وبنفس الطريقة بالنسبة للتزيين راح نحط لي سوريز كون في وراح نحطوه الهيدا او عفوا نحطوه الهيدا البيستاش وليه نحطوه لوز اي فيلي وش عندكم وليكم الاحسن نديرو البيستاش لانه لو نتعوه خضر احيطينا واحد الشكل وذكا وش راح ندير راح نزيد نديرها الهنا ناكري في الدوري اللي عندو اللي ما عندوش ما يستعملش راح يزيد يعطيها جمال وراح يغطي اذا كانت الحلواتاكم حمارة لكم بزاف راح يشهبها لكم شوية هاكا ومبعد حاولوا تمسحوا هذك الناكري بترفي بونج ولي عفسها كما هكا سينو خليوا هكي بلا ما تديرو الناكري والهنا كما كنتشوفوا انا راح نديرها في الكيسات باش شوفوها وراح نقسمها لكم بنيدية راح يجي خفيفة ويجي رائعة ويجي بزاف بنينا وشكلها بزاف راقي وكما قدتكم سهلة وخفيفة اذا عاش تكون الفيديو تانت عنها اليوم معليكم إلا تكثروني من اللي جام تكمونتوا لي اسفل الفيديو اذا عاش تكون قناتي معليكم إلا دلوا اشتراك ولا أبنوا ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتعيب وقالي نقول لكم شهيدكم بالصحة نتلقوا في عد آخر مع وصفة أخرى ما تنسوش تدعموني في الانستغرام تعاليكم تشوف في أسفل الشاشة رح نخليكم فيه بزاف وصفات سهلة وسريعة والانستغرام رح تجربوا في صندوق الوصف وطلعوا في روحكم وسلام